أكد وزير الخارجية السعودي عادل لجبير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إجراءات الدول الأربع الداعية لمكافحة الأرهاب تأتي في إطار التصدي لممارسات قطر بدوره قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن الدول الأربع اتخذت قرارها بمقاطعة قطر بسبب دعم الدوحة للأرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى لم تأتي المقاطعة من فراغ وإنما هو السلوك القطري الضار ما أجبر الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لممارسة حقها السيادي في التصدي بحزم لكل من يضمر لها السوء والضرر حقيقة أكدها مجددا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن أزمة قطر تدخل بشكل رئيسي في إطار سياساتنا الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب وتخفيف منابع تمويله وفي ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له مالية ونشر خطاب العنف والكرهية وإيوائها المطلوبين ساهمت في نشر الفوضى وإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومن هذا المنطلق جاء موقفنا حازما إلى جانب أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ضد السياسات القطرية الموقف ذاته أكده وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قامت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وبدعم من دول عدة بممارسة حق سيادي من حقوقها التي كفى لها القانون الدولي واتخذت قرارا بقطع العلاقات مع قطر بعد صبر طويل واستنفاذ كل السبل المتاحة لإيقاف سياسات انتهكت علاقات الأخوة ومبادئ حسن الجوار والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وزير الخارجية البحريني أكد أيضا دعم الدوحة للأحداث الإرهابية الممنهجة في البحرين وذلك في محاولة منها لتقويد الأمن الوطني والسلم المجتمعي وقلب نظام الحكم بمساعدة أطراف مرتبطة بها والأدلة على ذلك كثيرة منتعلم أننا صارقين دائما فأحاديث التآمر ضد المنامة المسربة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم والأمين العام السابق لجمعية الوفاق البحرينية المنحلة علي سلمان لم تكن إلا دليلا آخر على منطق قطر في تجييش التنظيمات الإرهابية ضد أمن واستقرار الأشقاء وقبل ذلك كان التلفزيون البحريني قد كشف أسماء رجال أعمال قطريين معروفين ثبت تمويلهم لنشاطات إرهابية كما أكد تقديم الدوحة منظومة دعم معنوي ولوجستي للإرهابيين عبر غطاء إعلامي تحريضي أدلة وقراء تثبت بحسب متابعين للمشهد سعي الدوحة المستميت لبناء مشروع قوتها على حساب إضعاف الآخرين ضاربة كل قيم الأخوة وحسن الجوار بعرض الحائط إذن موقف موحد من جانب الدول الأربع زاء قطر موقف كان قد عبر عنها أيضا وزير الخارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايدا الانهيان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت دولة الإمارات مع كل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والمملكة البحرينية تدابير تهدف إلى وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب ودفعها لتغيير سلوكها الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة لذلك اتخذت بلادي مع أشقائها في المنطقة هذه التدابير السيادية ضمن نطاق القانون الدولي بهدف حماية الأمن العربي والتصدي لدعم قطر للإرهاب نؤكد هنا على أننا ملتزمون في الحفاظ على مصالحنا الوطنية وأمن خليجنا العربي واستقرار منطقتنا أرحب بضيفي في المساء الليلة معي من رياض أستاذ الإعلام السياسي في جامعة إمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله العساف ومن المنامة الكاتب الصحفي الأستاذ سعد راشد أبدأ بداية مع الدكتور عبدالله مساء الله بالخير دكتور عبدالله دكتور عبدالله دعنا نعرج بداية في قراءة تحليلية حول كلمات طبعا الوفود الرسمية للمملكة البحرين دولة الإمارات ومملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة لأمم المتحدة وأهم ما تطرقت إليه خصوصا في موضوع مقاطعة قطر كيف رأيت هذه الكلمات تحليليا وأهم الأفكار التي طرحت فيها مساء الخير ماجد لك ولضيفك الكريم أنا في اعتقادي كانت الثلاث كلمات هي تعكس الإصرار العربي الرباعي على مكافحة الإرهاب على مواجهة قطر على الصمود في موقفها على المضي قدما في تنفيذ الإرادة الدولية والإرادة الإقليمية في الحفاظ أولا على أمنها وعلى سيادتها على تجفيف منابع الإرهاب على تعديل سلوك قطر وهذا هو الأهم وليس فقط تعديل سلوك قطر بل يجب أن تتعدل العقلية القطرية الحاكمة لأن السلوك قد يتعدل مؤقتا ثم يجنح مرة أخرى إلى الانحراف أنا أعتقد أن هناك أمام الأمم المتحدة كانت اليوم واضحة هذه الكلمات التي تحدثت بل إنها كانت أبلغ رد على كلمة الشيخ تميم عندما تحدث بأسلوب إنشاء ومراوغ ومخادع كالعادة عن طريق الاستخدام كلمات والاختفاء خلف كلمة الحصار والسيادة تبنت هذه الدول مشروع الحفاظ على أمنها على سيادتها على مواجهة الإرهاب والتطرف على أن هناك العالم اليوم يصطف صفا واحدا في التخندق لمواجهة الإرهاب وداعم الإرهاب وتجفيف منابعه إذن هذه الكلمات الثلاثة تحديدا هي تعكس موقفا صامدا للجميع إذن جميع من سيتدخل الآن في هذه الأزمة من الدول الغربية أو غير الغربية عليه أن يعرف مجددا أن هذه الرسالة وصلته وأن هذه الدول لن تغير موقفها مطالبها واضحة وثابتة وسهلة التنفيذ ما على قطر إن أرادت العودة إلى الحاضنة العربية والخليجية إلا إتمام هذه المطالب حتى يتم الترحيب فيها مجددا طيب أستاذ سعد راشد طبعا أحييك في برنامج المساء لكن بالنسبة للجمعية العامة هي منصة لالتقاء قيادات الأمم من جميع دول العالم والدول العظمى والدول النامية منصة للحديث في الواقع هنا ما أهمية هذه الكلمات على ضوء إرسال أسباب الحقيقية لمقاطعة قطر من قبل هذه الدول عبر هذه المنصة كيف رأيت الأفكار التي طرحت إلى أي مدى كانت قوية ومقنعة لجميع دول العالم حول ما يحدث خصوصا في موضوع مقاطعة قطر وأنها تدعم الأرهاب أول شيء أمسي عليكم بالخير وأمسي على ضيفكم في الرياض الدكتور أولا بخصوص اللي شفنا اليوم خصوصا في كلمات وزراء خارجية الدول الخليج وهم وزير خارجية السعودي والبحريدي والإماراتي جميعهم اتفقوا على أن المعيار الأساسي لقطع العلاقات مع قطر هو معيار وفق القانون الدولي وليس خارج عن هذا الإطار وبالتالي هناك رسالة وجهوها إلى العالم بأن تلك القطع العلاقات جاء بناء على أسس ومعايير متفق عليها دوليا الرسالة المهمة التي أوصلوها إلى العالم هي أن قطر تتبع سياسة دائما لنشر الخطاب الكراهية وخطاب التطرف وهذا وكثيرا خصوصا مقاله وزير الخارجية السعودي مسألة نشر أفكار التطرف وهنا إشارة واضحة إلى الإعلام القطري وما يمثله خصوصا قناة الجزيرة كذلك نقطة مهمة جدا ذكرها الوزراء بخصوص اتفاق خصوصا وزير الخارجية السعودي ونحن نأكد عليها اتفاق الرياض 2013-2014 هو اتفاق لم تفي قطر بتعهداتها وبالتالي أن قطر اليوم أمام العالم لا تفي بتعهداتها لا الدولية ولا الإقليمية كذلك كذلك نتكلم عن الإرهاب الممنهج في مملكة البحرين كثير من الدلائل طرحتها وسائل الإعلام البحرينية وعبر التفزيون الرسمي بوجود تورط قطري في العمليات الإرهابية خصوصا في أحداث أزمة 2011 وتمويلها لعديد من التفجيرات نتكلم اليوم عن تصريح وزير الخارجية الإماراتي تحدث كذلك عن ضرورة وقف دعم قطر للإرهاب وما سيكون له بشكل إيجابي في حفظ أمن واسترار المنطقة كل هذه رسائل وجهت إلى العالم عبر زرائل الخارجية طيب دكتور عبد الله يعني كما هو واضح القطريين والقيادة القطرية مستمرة في نفس السياسات مستمرة في مسألة الإنكار والذهاب إلى حلول بديلة بديلة لما يحدث من مقاطعة دون الإقرار بالذنب أو الإقرار بما قاموا به خلال الأعوام الماضية وهم مستمرون فيه حديث الوفودة الرسمية وزراء خارجية الدول الثلاث خصوصا إلى أي مدى يلقي الحجة على الجانب القطري وكيف استقبله الجانب القطري الذي كان حاضرا أيضا أنا أعتقد أنه طبعا وجود ثلاثة دول إقليمية وهي مع شريك رابع وهو مؤسسين لدول مجلس التعاون العالم يدرك جيدا أن هذه الدول يهمها أمن ومصلحة واستقرار هذه المنطقة وأنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تفتري على قطر وأن لديها أدلة دامغة وأنها عانت الكثير إذن اليوم أنا أعتقد وجود ثلاثة متحدثين وزراء خارجية الدول رئيسية في أعضاء في الأمم المتحدة أعضاء في تحالف الخليج أنهم يتحدثون اليوم من منطق واحد وواثق وثابت وفق أدلة ومنهج واحد أعتقد أن المسؤول القطري أو وزير الخارجية القطري والوفد القطري بشكل عام كان في وضع سيء جدا أعتقد أن أشبه ما يكون بوضع الشيطان يوم عرفة في يوم عشرة عندما يرجم بالحجارة ترجمه الوفود الإسلامية أنا أعتقد هذا هو وضع الوفد القطري في مثل هذه المناسبة عندما تم رجمه بالحقائق الثابتة والدامغة بأن هذه الدول دول سلام دول خير تسعى إلى الخير من خلال ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للإنسانية ما قدمته مملكة البحرين للإنسان في الداخل والخارج ما قدمته أيضا المملكة العربية السعودية من تسهيلات وتوسطات للروهنجا ولغيرهم في العالم العربي والإسلامي كل هذا يجعل المملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج المقاطعة لقطر في موقف القوي في موقف الذي فعلا اشتكى وصبر وتحمل أذية الجار في هذه المنصة الأممية اليوم وصل صوتنا إلى العالم والعالم يدرك جيدا أننا نحن في الخندق الأمامي لمواجهة ومكافحة الإرهاب أيضا في المرة الأخرى يدرك جيدا أن قطر هي التي فاحت منها رائحة الإرهاب سواء الدعم المباشر والدعم الغير مباشر عندما تحدث عن الدعم المباشر فهي تدعم وبشكل مباشر تحت غطاء الجمعيات الخيرية وقد تحدثت عنها وزارة الخزانة الأمريكية أيضا الدعم الغير مباشر وقد تحدث هذا عن طريق الفدية المبالغ فيها والغير مقبولة بأرقام فلاكية قرابة مليار دولار منها 700 مليون وقعت في أيدي الإيرانيين و300 في أدي جبهة النصرة من أجل إطلاق 50 أسير وبالتالي العالم لا يمكن أن يقبل مثل هذه الأرقام مقابل هؤلاء الأشخاص أيضا الدعم اللوجستي من خلال احتضانهم في قطر ومنحهم الجنسيات القطرية الدعم الإعلامي من خلال كون قطر ومنابرها الإعلامية هي المتحدث الرسمي هي التي تنشر البيانات من خلال كون قناة الجزيرة هي الوحيدة التي تستطيع الوصول إلى الإرهابيين في تورابورا وفي غيرها وكأنها تتمشى في فنادق الدوحة وتجري معهم اللقاءات ما عثر عليه في مقر سكن أسامة بن لادن من وثائق تدين الحكومة القطرية العالم سيد الكريم ماجد لديها الأدلة والوثائق لكنها تريد علاج هذا الموضوع حتى الآن داخل مضلة مجلس التعاون نعم سيد سعد طبعا من أهم ما تم التركيز عليه هو قانونية ما حدث من الدول الأربعة المقاطعة لقطر وأنه يتماشى مع القانون الدولي هل تعتقد هذه الفكرة وصلت بشكل صريح لدول العالم خصوصا سواء الدول العظمى دول أوروبية دول المنطقة خلال هذه المنصة والأفكار التي تم التعبير عنها طبعا لو نذكر خطاب أمير قطر تذكر أكثر من مرة كلمة حصار في خطابه لكن الدول الثلاث أوضحت أن قانونية إجراءاتها خصوصا أن هذا الأمر جاء أمر سيادي للدولة لحمايتها وحماية أمنها واستقرارها وبالتالي هنا نجد كلمة الحصار في دولة يأتيها للأغذية وتأتيها ويمكن للمواطنينها السفر ويمكنهم التنقل وبحرية وبعيدا عن مسألة كلمة حصار بما معنى من كلمة لو نذكر كلمة حصار لو نذكر مثلا حصار العراق بالنسبة لما يجري في قطر ولا شيء نحن نتكلم اليوم قطر وأكد عليه كذلك وزير الخارجية البحريني بأن ذلك القرار لم يمس المواطن القطري يعني لا زالت الدول الداعي لمكافحة الإرهاب تفكر في مصلحة الشعب القطري هذا رقم واحد ولا يمكن المساس بهذا الشعب وجميع تلك الخطوات جاءت لتقيير السياسات الخارجية لقطر ما يذهب إليه يعني ما يذهب إليه النظام القطري بعيد كل البدعة ما يذهب يعني الأهداف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا تريد كثيرا تريد فقط أن قطر تنزع عباءة الإرهاب وتلبس عباءة دول مجلس تعاون التي تحافظ على عروبتها وتحافظ على أمنها واستغارها في المنطقة لكن النظام القطري يرفض ذلك يعني رفضا تام ويذهب إلى أبعد من ذلك ويذهب إلى تأزيم الموضوع وليس إلى الحل وهذا ما يقلق لنا أمس الأول لقاءكم مع وزير الخارجي البحريني ذكر أكثر أن نحن ننتظر اليوم مبادرة قطرية لحل تلك الأزمة يعني هناك واضح شديد الوضوح أن الدول الداعي لبكفعة الإرهاب صابرة جدا وصبورة لأبعد حد إلى أن يجد النظام القطري نفسه بأن الحل موجود لديه ومن الداخل طيب دكتور عبد الله يعني قرار المقاطعة بحد ذاته الآن طبعا نحن ندخل قرابة الشهر الرابع لهذه المقاطعة من الدول الأربع لقطر هنا أريد أن أسألك ما أفاق هذه المقاطعة خصوصا على ما يحدث هناك أسرار من القيادة القطرية على نفس السياسات نفس الإنكار وأسرار من الدول المقاطعة على هذه السياسة الثابتة إما أن تتغير قطر من سياساتها ودعمها الإرهاب ومخالفة هذه الدول المنطقة وأمن المنطقة ما أفاقها المستقبلية هذه المقاطعة وأيضا ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل طيب سؤال جميل ورائع وعميق جدا ماجد لكن دعني أتحدث استكمالا من سؤالك السابق أنا أعتقد اليوم أن قطر عندها إفلاس فكري سياسي والدليل أنها تخاطب المجتمع الدولي في منصة من منصات العالم المتحكمة بالسيادة العالم وهي تتكلم عن الحصار وهي تدرك جيدا والعالم يدرك جيدا أن الحصار لا يمكن أن يتم إلا بموافقة المجلس الأمن الدولي وبالتالي ما يتم هو شيء سيادي لهذه الدول واليوم مارست إيران هذا المقاطعة مع إقليم كردستان ومارسته كردية تركيا أيضا بوقف الرحلات إلى إقليم كردستان فهل هذا حصار أم مقاطعة أم حق سيادي أنا أعتقد أن اليوم قطر الأسلوب الأمثل للتعامل معها هو الاستمرار في قضية المقاطعة طويلة الأمد تبريد الأزمة قطر هي المتضرر الأول والأخير من هذه الأزمة التصنيف الاعتمالي والمالي من قبل المؤسسات المالية خفض تصنيف قطر قطر تسعى اليوم عدد من البنوك أو ثلاثة أربعة بنوك قطرية اليوم إلى الاندماج البورس القطرية سجلت أقل تصنيف لها وأسعار منذ خمس سنوات في هذه الأيام إذن اليوم علينا في دول المقاطعة الدول العربية الرباعية أن تسعى لما يعرف تبريد الاستراتيجي للأزمة قطر تجري وتلهذ في جميع الاتجاهات والعالم يشير إليها أن الحل هنا صوب الرياض وهي ما تزال تعرض حتى تخسر الشيء الكبير اجتماعيا واقتصاديا نعم أستاذ سعد أريد أن أسألك نفس السؤال أيضا عن مستقبل هذه المقاطعة نحن دخلنا شهرها الرابع سيكون خلال أيام وبالتالي ما مستقبلها بالنسبة لموقف القيادة القطرية وموقف الدول الأربع ومستقبلها على المستويات المختلفة سواء اقتصاديا أو سياسيا وحتى اجتماعيا أخي البقاء قطع العلاقات مع قطر باستمرار تلك الأزمة الوزير الخارجية السعودي تكلم لا نمال أن تستمر تلك الأزمة إلى أكثر من عامين يعني اليوم نحن حجم الخسائر القطرية اليوم نحن نتحدث عن 20 مليار دولار حجم الخسائر في شهر واحد لما نتكلم عن عامين نتكلم بدون تصعيد وهنا نذكر بدون تصعيد تقريبا نتكلم عن نصف تريليون دولار مبلغ جدا ضخم في عامين وبدون تصعيد فأنت لما تتكلم عن تصعيد فماذا سيحدث يعني سينهار احتياطي القطري بشكل كبير واليوم اللي نشهده بيع السندات وبيع خصوصا الأصول القطرية في العديد من الدول هذا دليل على أن الاقتصاد القطري يعني انهار بشكل كبير هذا الأمر الآخر بخصوص يعني العالم لن يقف مع قطر بخصوص دعمها الأرهاب العالم اليوم له اليوم السياسات الدولية تذهب إلى مكافحة الأرهاب والتطرف وخصوصا بعد كشف قطر للكثير من الدلائل التي تثبت تمويل قطر للأرهاب نتكلم اليوم أكثر وندخل أكثر يعني الرأي العام خصوصا الأوروبي ما نشهده من مظاهرات وتظاهرات في أوروبا وأمريكا جميعها ينبع بأن الرأي العام الدولي بدأ يتحرك نحو مقاطعة قطر نتحدث اليوم عن السمعة الدولية لقطر ماذا ستكون تلك السمعة اليوم طبعا بيان الشيخ سلطان بن سحيم كان واضح نحن لا نريد أن يربط باسم قطر بأنه أرهابي وبالتالي نتكلم عن سمعة دولية تفقدها قطر يعني يوم من يوم يعني اليوم وصلنا إلى شهر رابع وماذا سيكون بعد عامين هذا دليل على صحة ما تقوم بالدول الداعي لمكافحة الأرهاب طيب أستاذ سعد يعني أيضا في نفس هذا الموقف هنا لابد من الإشارة إلى موضوع مهم الموقف الغربي الموقف الأمريكي في هذه الاجتماعات يعني لماذا في جميع الكلمات لم يتم تطرق إلى موضوع قطر منذ قبل رأينا حديث من الرئيس الأمريكي حول دور قطر في دعم الإرهاب في المنطقة رأينا حديث من دول أخرى أيضا لكن في اجتماعات هذا لم يتم تطرق إلى قطر دورها في دعم الإرهاب سوى من الدول المقاطعة لماذا تعتقد؟ ما السبب؟ أولا الإدارة الأمريكية تنظر بأن الأزمة هي أزمة خليجية في وسط الخليج ويجب أن يتحل داخل هذا الإطار وليس خارجه وخصوصا نتحدث عن الوساطة الكويتية أبعا الإدارة الأمريكية أستاذ سعد الموضوع هنا ليس موضوع الحل لأن هناك أطراف دولية كثيرة متداخلة في هذا الموضوع رأينا منذ بدء هذه الأزمة أن الرئيس الأمريكي غرّد أكثر من مرة في هذا الموضوع لماذا لم يتم ذكر قطر؟ بعيدا عن الحل هنا ذكر قطر ودور قطر خصوصا من هذه الدول أولا نحن نعلم بالخلاف الأمريكي الداخلي في البيت الأبيض خصوصا مع وزراء الخارجية ووزارة الدفاع كذلك نعلم بمدى دعم الإدارة الأمريكية السابقة إلى الجماعات الأرهابية وهذا ما كشفه عن دوند ترامب نفسه عدم ذكر قطر خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية أنا أرى أن أمريكا داخلي أمريكي لكن هناك لازالت الرؤية الأمريكية أكثر من مرة وضحتها الرؤية الأمريكية الشاملة وليس رؤية دوند ترامب واحدة الرؤية الأمريكية الشاملة لازالت متذبذبة ما بين انتقاد قطر وما بين التحفظ على هذا الموضوع وبالتالي اليوم دورنا بشكل أساسي أن تكون دولات المتحدة الأمريكية أن تلعب دورا رئيسيا في عملية دفع هذا الملف وحل الأزمة القطرية طيب دكتور عبدالله أريد أن أختم معك بنفس السؤال الموقف الأمريكي الموقف الغربي وخصوصا الأمريكي هنا يعني الكثير من الذين تابعوا كلمة الرئيس ترامب أمام الجمعية العامة قالوا أنها محبطة أو محبطة بالنسبة للملف القطري بالنسبة لدعم قطر للإرهاب لماذا لا يوجد ضغط حقيقي من الولايات المتحدة على قطر وهي شريكة في محاربة الإرهاب مع هذه الدول هنا سؤال كبير يطرح أنا طبعا في تصوري أن الدول الغربية مع الولايات المتحدة اليوم طبعا هي بعد مرور أربعة أشهر ونضوج الأزمة بشكل جيد واتضاح الرؤية أولا هذه الدول انحازت إلى مصالحها وسعت أن تقف على نقطة منتصف بين الطرفين هذا أولا لكن في الغرف المظلمة وعلى هامش اللقاءات الجمعية للأمم المتحدة أنا أثق تماما أن الشيخ تميم تعرض إلى كلمات أو استمع إلى ذات الكلمات التي استمع إليها في قمة الرياض وأنه يجب أن تحل هذه الأزمة سريعا لا شك أنا لدي أن ساعة هذه الدول أن تحل الأزمة في الغرف المغلقة السيدة أنجيلا ميركل قبل الاجتماع بأسبوع تقريبا تحدثت إلى تميم وقالت يجب أن تحل في الغرف المظلمة بعيدا عن أعين الإعلام حتى تحفظ ماء الوجه القطري وتستدير قطر باتجاه عمقه العربي والخليجي لكن قطر اليوم أو الشيخ تميم هو يريد مخرج أمام شعبه وأمام العالم كيف يستدير وبالتالي بدأوا يلتمسون له الطريق في الغرف المغلقة التي لا يره فيها أحد أشكرك كان معي من رياض أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود دكتور عبدالله العساف وكان معي من المنامة الكاتب الصحفي سيد سعد راشد شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة